موسيقى أهلا بكل مشاهدينا مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شاهد مراسم توقيع اتفاقية مهمة بين مصر والإمارات وده لإنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة انتاجية حوالي 10 جيجاوات وبتكلفة استثمارية ممكن تكون بتتجاوز إلى 10 مليار دولار المشروع ده لما يكتمل هيكون أكبر محطات طاقة الرياح في العالم أجمع يمكن يا منا هو مشروع مهم مشروع بيؤكد أن مصر أخدت أو خطت خطوات جدة في مجال تحديدا التحول تجاه الطاقة الجديدة والمتجددة وده هيكون ليه انعكاس انعكاسه هيكون إيجابي في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية إيه أهمية هذه المحطة ومدى قدرة مصر على إنشاء هذه المحطة هو ده اللي احنا نعرفه من ضفنا الدكتور ماجد كرم الدين محمود المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة صباح الخير يا دكتور صباح الخير منورني يا دكتور أهلا وسهلا بكم منور بكم يا فرد اللي احنا مش مشهور قوي عندنا أو اللي احنا مش كنا مركزين عليه في الإعلام لفترات طويلة إن احنا مش جداد في الاستثمار في مجال طاقة الرياح مصر من زمان عندها مشروعات المشروعات دي بتزيد وبتكتر وقدراتها بتزيد ولكن احنا عندنا صدارة في الموضوع ده من زمان صحيح يعني أقول لكم من سنة كم بدينة؟ سنة تمانية وتمانين في مجال طاقة تسعمية تمانية وتمانين ركبنا أربع توربينات تبترجعوني بقى السنين طويلة فهنا ركبنا أربع توربينات فراز غارب جربنا التكنولوجي وبعدين أنشأنا أول محطة في إفريقيا كلها في الغردقة خمسة ميجاوات طبعا جنب الأرقام اللي بنقولها النهاردة عشر تلاف ميجاوات يعني خمسة ميجاوات بس تمانية وتمانين برضو مقارنة تاني بعدها كان رقم إنشاءات سنة اتنين وتسعين وتعلمنا فيها كتير اختارنا أفضل تكنولوجيا نقدر نعملها وصلنا النسبة للتصنيع المحلي تجاوز التلاتين في المية وقتها وبعدين انطلقنا في مشروعات الكبرى على انطلقنا بمنطق وقتها برضو لأن القدرات كانت المشروعات والتوربينات كانت تكنولوجيا ما كانتش متطورة زي النهاردة فعملنا مشروعات الزعفرانة 545 ميجاوات كانت المزرعة الأكبر بسنوات طويلة في إفريقيا والشرق الأوسط وكانت مزرعة مزار الحقيقة وبالتعاون مع جهات تمولية كتيرة ولكن كانت مشروعات حكومية وفترة طويلة اعتمدنا على هذه المشروعات الحكومية أننا نكبر فيها في الطاقة المتجددة عموان شمس ورياح وبعدين بنبان كمان بنبان طاقة شمسية مضبوط وكريمات جبل الزيت وقبل الزيت ما شاء الله يعني الحياة طاقة شمسية منتشرة ورياح طاقة المتجددة وقابليهم طبعا الهايدرو الطاقة المائية من زبان يعني الصوان والسد العالي لدينا تاريخ كبير في الطاقة المتجددة كل اللي حاجة بتقوله ده بيؤكد ولا يدعى مجال الشك يعني لأي قاسي أو داني بأن مصر لديها خبرات لديها كفاءات في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة لكن خلينا نوف تحديدا عند اتفاقية الأمس أو البروتوكول الذي وقع بين مصر والجانب الإماراتي لكل متابع ومدقق فيها يلا أن كان فيه قاسم مشترك في هذا البروتوكول وهو رقم 10 10 جيجاوات 10 مليارات دولار فأعوزنا رفع أهمية إنشاء هذه المحطة تحديدا في التوقيت الحالي يعني من حيث الحجم هي طبعا أكبر الاتفاقيات من حيث الحجم من حيث الدلالة بتقدم نموذج للتعاون خلينا نقول العربي العربي الإمارات ومصر وهو تعاون له تاريخ يعني كبير وليس محل نقاش خلينا نقول ولكن بيتجسد وبالذات إن لو نشوف متى أعلن عن هذا الاتفاق أعلن عنه في البداية في مؤتمر الأطراف في شلم الشيخ والإمارات بتستضيف الكوب 28 فهو نموذج الدولتين بيقدموه إن إحنا بنتحرك أو نفعل ما نقول إحنا لسنا فقط بننظر سياسيا ولكن بس على الجانب الآخر دلالات المحطة دي إيه رقم واحد إن إحنا دولة لأن اللي بيقوم بها هو استثمار خاص في النهاية هو مشروع خاص وبالتالي العاشرة مليار لحدك بتكلم عنهم دول 80% منهم ههيجوا من مؤسسات تمولية دولية صحيح ثقة في الاقتصاد المصري كيف سأول وبالتالي أنت زي ده رد على كل من يشكك في الاقتصاد المصري ده بداخل بالفعل وليس بالأقويل بالأقويل وده مش جديد على قطاع الطاقة المتجددة قطاع الطاقة المتجددة في 2017 و2018 لما بدأنا بناء مشروع بنبان جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مصر وقتها تقدر بـ 2 مليار دولار كيف سأول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة حاليا 4.4 مليار دولار فهذا المشروع تطرى بقيمته اللي ان شاء الله خطواته التنفيذية تخصيص الأراضي وغيره بدأت بالفعل هيخليك بتتحرك في سكيل أكبر في نطاق أكبر كمان وبيقول ان انت لما حطيت هدف 42% سنة 2035 يعني بعد 12 سنة من دلوقتي ما كنتش حالا ده انت بالفعل عندك برامج هذه البرامج ستمكنك ان شاء الله احنا عندنا هدف مش بس ان احنا نوصل لـ 42% في الوقت ده احنا الهدف ان احنا نبقى مركز للطاقة المتجددة في المنطقة كلها ونبقى عندنا القدرة على تصدير الطاقة المتجددة لأماكن مختلفة فاعتقد ده بيدعم الفكرة او بي الفكر بقى الجديد والجمهورية الجديدة الفكر التكاملي ان مش كل مكان او كل حاجة شغالة لوحدها وعايز افكر حضراتكم ان مصر وقعت في الشهور اللي فاتت اتفاقيات اكتر من 23 اتفاقية مثلا الهيدروجين الاخضر اللي هيكون الطاقة اللازمة لها الهيدروجين الاخضر الهيدروجين مالوش لون هو غاز في النهاية وهو اخضر ليه لانه صديق للبي الكهرباء هو اخضر لان الكهرباء لا ينتج عنه عين باعثات كربوني حسب ما اعرف الهيدروجين اللي واحده بينتج عنه انتاجه جاي من الغاز الطبيعي يعني عايز اقول لحدك اكتر من 80% من الهيدروجين في العالم بينتج من الغاز الطبيعي فهو وشوية من وقوده الاحفور الاخر انما الهيدروجين الاخضر هو بيجي من عملية بسيطة هي التحليل الكهرباء في اجهزة اسمها المهم ان هذه الاجهزة بتاخد كهرباء الكهرباء دي ممكن تكون صديقة للبيئة خضراء طاقة متجددة وممكن تكون كهرباء عادية ممكن تكون كهرباء كمان نووية بالمناسبة ايا كان نوع الكهرباء اللي في الدولة ليه هيدروجين اخضر ليه لانه بمنطقة بساطة الطاقة اللي هتشغل الالكترولايزر دي هتحلل المية وتحاولها هيدروجين وكزيجين هي طاقة متجددة فانت وقعت الاتفاقيات لانهيدروجين الاخضر 23 اتفاقية قيمتهم 80 مليار دولار شوفوا الارقام اللي احنا بنتكلم فيها احنا بنتكلم على مش مشروع خلال سنة وزنتين احنا بنتكلم في 80 مليار دولار في السنوات الماضية الاتفاقيات في الاتفاقيات ومن الامس 10 مليار و10 مليار مرة واحدة اجمالي الكام شهر فاتفكر حضرتك كده ان لا ده احنا البرنامج اللي محطوط برنامج طموحة ولكننا اثبتنا سابقا ان احنا قادرين على تنفيذ ما نحلم به ما نقطط له وان شاء الله في المستقبل قطاع الطاقة المصري سينفذ هذه الخط هو احنا سننفذنا احنا نفذنا فاكرين حضرتكم لما مصر اعلنت في 2008 وقالت ان انا عايز اوصل 20 في المية طاقة متجددة سنة 2020 نعم مش قلنا كده صاعدها طب وروحنا عدت علينا صورتين صح مضبوط وحرب اوكرانيا وروسيا وقبليهم كورونا وحققنا الهدف في 2021 سنة متأخر رغم كل التحديات رغم كل التحديات فاحنا الحمد لله الحمد لله مصر قادرة على تحقيق ما تقرر انها استفعله طب خلينا نكلم بالارقام احنا من المتوقع ان الاتفاقية بتاعت امبارح توفر حوالي عشر تلاف فرصة عمل في الفترة القادمة في وقت التشغيل وبعد التشغيل هتبقى فيه تلات تلاف فرصة عمل مستدامة وقت الانشاءات نعم وبعدها ممكن تغصل لتلات تلاف فرصة عمل دائمة ارقام كبيرة جدا وبتحتاج حاجات كتير يعني هذا العدد الكبير ما شاء الله حيبقى بيتدرب وحيشتغل وحيتقدم له خدمات واكيد الخدمات دي موجودة اصلا بالفعل يعني احنا بنتكلم في ان الدائرة بتلف ومشروع بيسلم مشروع صحيح الفكرة هنا ما نطلق عليه الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات الطاقة المتجددة ان احنا بنخلق فرص عمل وكمان بنمي مناطق كان من الصعب تنميتها في غياب تقتريح هي كلها مناطق صحروية حضرتكم خدتوا بالكم ان موقع هذا المشروع حاليا في غرب النيل نا نقلنا من سحر البحر الاحمر صحيح بعد ما طورنا اقولكم حاجة انا من الناس اللي اشتغلت في التسعينات في المحطات في مصر للكبنا المحطات بأيدينا الحمد لله وقتها كانت قوائل المحطات في مصر اقولكم اللي كان فيها المحطات دي كان فيها ألغام من الحرب ما بينا وبين اسرائيل وان حصل تعاون مع الجيش المصري لتطهرها من الألغام وبالتالي بقت مراتق آمنة وبقت مأهولة لا اقولكم بقى أكتر انتو عارفين اللي اتطهر ايه المنطقة الصحروية اللي حول لنا الزعفرانة دي اسمها ايه دلوقتي اسمها العين السخنة كل الكمباونز اللي انتو شايفينها هناك دي لم تكن لتون شأ لو لا ان احنا مشروعات الرياح استلزمت انها ننظف وانطهر المنطقة نمد طريق من القاهرة للعين السخنة نحط محطة كهرباء هناك فيبقى فيه محطة الكهرباء مش بس بتستفيد من طقة الرياح اللي جاية انما بتغزي اللي حواليها انتم متخيلين النقلة الحضرية اللي حصلت للمنطقة اللي كانت صحرة أنا بنفسي ده يتواكب مع الكلات الجديدة اللي يتم نفتتاحها التخصصات الجديدة اللي بقت موجودة في الجامعات الجديدة يعني احنا بنتكلم في شغل تكاملي ويه بنتطلع منتج يريدخدم على الشغل اللي احنا شغالي كمان فكري ان اما هتعملي محطة زي دي انت عايزة خدمات شحن خدمات نقل خدمات خدمات للناس اللي هيبنوا هيشتغلوا في المواقع خدمات طبعا زي ما انت قلت الخدمات التعليمية واننا الحمد لله عندنا دلوقتي جامعات بتقدم شهادات يبقى في مجتمعات عمرانية دكتور بشكل عامل يبقى في مجتمع عمراني وهو التنمية يمكن حضرتك أشرت لحاجة التنمية بدأت تطهير المكان من الألغام التي كانت متواجدة فيه ثم انشاء طريق وهنا بنتكلم على أهم ركيزة من ركاز التنمية إذا أردت أن تحدث تنمية في مكان ما وانشئ طريق فانت عملت الطريق ابتدت تعمل جسر من التواصل لهذا المكان وقدرت تغير شكل منطقة بالكل والنهاردة بتمتد لمكان آخر وأعتقد المكان الآخر لم يكن مهيأ إلا بعد أن تم استحداث الطرق ورفع كفاءة البنية شبكات الكهرباء والموانئ وسواء كانت موانئ جافة أو موانئ بحرية وغيرها من الموانئ والبنية التحتية التي عملت عليها الدولة خلال السنواتي دلالة المشروع ده برضو إيه أما تيجي هتقول مشروع بهذا الحج يعني أن مصر في هذا الموقع اللي هو جديد هيكون جاهز بشبكات كهرباء تستطيع استيعاب هذا القدر الهائل من الطاقة هيكون جاهز بخدمات كهرباء موازنة لأن شبكتنا مستقرة بمعنى إحنا كلنا عارفين أن نطاقة الرياح والطاقة الشمسية متغيرة بطبيعتها صحيح طيب دي كمية كبيرة من الطاقة ماذا لو الوقت ده ما فيش رياحة الشبكة هيحصل فيها نتيجة نعمل زياد نتيجة الفوائد اللي موجودة عندنا والتخطيط اللي عندنا هيخلينا نتمكن من معالجة قضية تغيرات الشبكة الله طيب ونقدر نعمل ايه كمان هذه الطاقة أيضا هتخدم قطاعات صناعية ممكن تكون قريبة زي ما قلنا في جبل الزيت وفي الزعفرانة بتخدم منطقة خليج السويس وبالتالي بتحصل على طاقة نظيفة هيبقى المناطق اللي في حوالين هذه المناطق اللي هي صعيد مصر بشكل عام هتستفيد من هذه الطاقة النظيفة بنتكلم بقى على طرق بنتكلم على مساحات اراضي شاسعة تم تخصصها والحصول على موافقات يعني اكتر من عشر جهات يمكن الهيرجين الاخضر كان فيه خمسة الاف ومتين متر خمسة الاف ومتين متر مربع مخصصة الاستثمار في الهيرجين الاخضر كيلو متر عفوا مربع اتحولت لي وجود اماكن مختلفة عند سهاج وفي اماكن مختلفة ابتدى يحصل توسع كبير وتخصيص للاراضي فده بيقول تعالوا احنا عندنا اماكن ومستعدين نستقبل الناس واحد ما بنتكلمش كتير احنا قوي واحد من اهم انجازات الكم سنة الاخيرة احنا قعدنا كتير نتكلم على اننا عايشين على مساحة خمسة ستة سبعة في المية حد شوى خباله ان احنا النسبة وصلت من 12 ال 14 في المية دلوقتي صحيح وخير ده حصل في مصر ان مساحة الرقعة المعمورة بتزيد بشكل ملحوظ بتزيد ليه نتيجة مثل هذه المشروعات وده يعني شيء مهم طيب احنا اكلمنا على ان انت بتحقق مستهدفاتك من حيث اهداف الطاقة المتجددة بس وانت بتعمل ده انت بتحقق ابعاد اقتصادية واجتماعية وتنوية مهمة جدا وبتشغل شركات محلية مع الشركات الدولية الجميل ان الشركة القائمة على هذا المشروع هي شركة عربية صحيح شركات عربية اتلاف شركات مصرية واماراتية الاجمل من ده ان هذه الشركات نفسها من فترة بسيطة اشترت واحدة من اكبر شركات الرياح العالمية شركات الطاقة المتجددة اللي ليها مشروعات في افريقيا وبالتالي بقت هذه الشركة المصرية الاماراتية هي ايضا من اكبر اللاعبين في افريقيا انتوا فاهمين احنا بنتكلم فيه طبعا هذه الكوادر التي ستقوم عليها حاليا مشروعات الطاقة المتجددة يمكنها ايضا خدمة السوق الافريقي الواعد صحيح وده كله جنبا الى جنب مع تحقيق التزاماتنا واهدافنا لخفض مبعاتاتنا الكربونية من تغير المناخ نتيجة قوة قضايا تغير المناخ عمو طبعا وعايزة الفتنزال حضراتكم الحاجة حصلت في 13 مايو 20-23 من اسابيع بسيطة اوروبا قررت فرض الية سموها الية الحدود ضبط الحدود الكربونية carbon border adjustment mechanism ايه الالية دي؟ الية بمجرد البساطة بتقول ان لو فيه منتج داخل اوروبا يعني بيصدر من خارج اوروبا الى داخلها لو جاي من مصنع او من دولة بصمتهم الكربونية عالية يعني من مكان ملوث للبيئة حيتفرض عليهم ضرائب قاسية حتخليه تنافسيته تقل جوه للاتحاد الاوروبي طيب لما احنا بنخضر منظومة طاقتنا يعني نخليها منخفضة منبعاتات معنى كده ايه اننا بحسن تنافسيتي للتصدير الاسواق الاوروبية اللي هي شريك تجاري مهمة جدا اشتغل على قدام فيه اتفاقية ان 20-50 يكون نوصل لصفر انبعاتات كربونية او يعني العشب من دول حاطة احداث 20-50 و20-60 وهكذا احنا بنقول هو الحقيقة فكرة صفر كربون هي مش صفر مطلق احنا بنسميه الصفر الصافي يعني ايه يعني احنا عندنا انبعاثات تطلع من بعض القطاعات لان كده كده فيه تنمية بس فيه قطاعات اخرى زي الطاقة المتجددة هتخفض الامبعاثات لانها هتوفر مش هتطلع الامبعاثات ولا هتجتمل خاصة الاتنين مع بعض يوصلنا لصفر الامبعاثات ان فيه انشطة او بتلوز احنا عارفين انها هتحصل مش هقدر النهاردة بين يوم وليلة اتحاول مثلا ان كل البلد تمشي بالنقل الكهربائي فدايما قطاع النقل المتسبب في تلت الامبعاثات هيبقى عنده قدر الامبعاثات لغاية ما يحصل التحاول فيه خلال 20-30 سنة طيب احنا فاهمين ده عارفين ان الصناعة مش هتقدر تتحاول تبقى مية في المية الصناعات نظيفة غير تدريجيا وبالتالي بنقول لغاية ما ده يحصل احنا بنوازن بنعمل تقنيات وتكنولوجيات تخفض البصمة الكربونية مع التقنيات التانية فالتنين مع بعض يوصلون لنقطة الحياد الكربوني ممكن يا دكتور كمان احنا في وقت يعني من نتحول فيه للطاقة النظيفة في ظل يعني لجوء بعض من الدول الاوروبية بسبب الحرب الروسية الاوكرونية الى الوقود الاحفوري وما يتسبب فيه من انبعاثات كربونية وهنا عاوز اصلا لحقيقة تحديدا فيه اهمية استثمار مصر فيه التحول للطاقة المستدامة تحديدا خلال هذا الوقت والله يا حضرتك لمست نقطة مهمة جدا يعني يقوله كابدا الحقيقة يعني الحقيقة كمان احنا يعني مش بنتكلم على اهداف لمستقبل متوسط وبعيد المدى بس اللحظة الآن يسمون الفرصة البديلة النهاردة كل متر مكعب غاز اوفره من مصلحتي ان انا استخدمه في التصدير لان سعره اغلى جدا في التصدير من سعره لقطاع الكهرباء صحيح ومن مصلحتي ايضا ان انا استخدمه في صناعات المتر الكومويات اللي لنا تميز فيها والاسمدة اللي احنا من افضل الدول في العالم في صناعات الاسمدة للرابع عالميا وبالتالي قيمة مضافة للمتر مكعب غاز ده هتكون اعلى بكتير من قيمة حرقه فكل تحول للطاقة المتجددة فقط لتوفير الوقود اللي هو الغاز الطبيعي ده يعني ميزة عظيمة لمصر حالية لانها بتصب اقتصادية اللي صالح مصر على طول على طول يعني فيعني انا بشكر حضرك انك اشارتب ده لان ده ده يعني مش بس بقى حاجة لأهدافنا المستقبلية لأدى حاجة للنهاردة الحالية صحيح وعلى فكرة هتلاحظوا ان تحول دول الخليج اللي هي نفطية وغنية وثارية من حيث ده للطاقة المتجددة لهدف طبعا جنب الاهداف المناخية والانتزامات وغيره انما لهذا لانه هو كل برميل بترول او كل متر مكعب غاز بيوفره هو بيستفيد منه تصديريا وبالتالي هتلاقوا انه يقدم حوافز فتطلع اسعار الطاقة المتجددة النهاردة وحب نتكلم اسعار الطاقة المتجددة ارخص ارخص ككهرباء من كل مصادر الطاقة الاخرى ده اللي حيصب في جيبي وانا قاعد في البيت مش عارف كل التفاصيل ولا لي كمواطن بسيط من الضبط اقتصادا يعني انا هحس بالنتاج هذه الاتفاقيات ازاي وانا قاعد في بيتنا بفتح تليفزيون واشوف يا ترى ايه اللي حيحصل ونتيجة ده حيحصل اولا اقول لكل مواطن انت قاعد دلوقتي في قدر من الكهرباء عندك مش هيئلة عن 10% يعني عشان اختلاف الوقت واختلاف السطوع الشمسي والرياح وغيره بس مش هيئلة عن 10% جايلك من التحرك حضرتك حاليا يا مواطن يا صديقي العزيز او اختي العزيزة عندك 10% من كهربتك تاقة متجددة والرقم ده هيزيد وهيعلق كتير في المستقبل هنوصل ل 42% بعد 12 سنة ان شاء الله من دلوقتي فيعني ايه احنا بنتحرك بل مصر فيها حركة في هذا الاتجاه والحمد لله حركة خطواتها معترف بها دوليا نعم انما الجميل بقى ان انت انا حضرتك وحضرتك ان احنا وانحنا شايفين المشروعات دي بتحصل وبتنعكس وانلاقي ولادنا ندوم فرص عمل اكتر وشركتنا بتشتغل وشركتنا مش بس بتشتغل في مصر وخذي بالحضرتكم بتشتغل كمان في افريقيا وانحنا عارفين شركتنا اللي بتبني سد وضيطة متجددة برضو سد مائي في تنزل وهكذا هذا البعد والنهاردة الرئيس في اجتماعات الكوميسا عشان تعرفوا البعد الافريقي اهميته لما نفكر في احنا بأول زيارة لرئيس مصري الانجولة فاحنا بنتحدث عن البعد الافريقي واهمية البعد الافريقي ويمكن دائما مصر ما تتحدث في المحافل الدولية اصبحت تتحدث بلسان القارة الافريقية لانها محملة يعني اعباء وهموم هذه القارة وايضا يعني اذا تحدثنا عن نتائج مؤتمر المناخ كوب 27 فسنجد ان فكرة صندوق الاضرار اللي تم يعني العمل على انشاؤه بعد سنوات من المطالبة به هو اللي بيأكد ان مصر فعلا بتاخد خطوات جدة في التحول للطاقة النظيفة والطاقة الخضراء الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق استدامة حقيقية في هذا الملف في الحقيقة احنا بنشكر حديك لدكتور ماجد كرامل دين محمود المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة شكرا للموجودك معنا في صباح الحديث شكرا نوارتين يا دكتور احمد احمد